بدون وصفات وبدون خلطات اليوم جبت لكم طرق وتقنيات من خبير التجميل اللي غادي تقضي على تجاعد الوجه من اول استعمال غادي تشوفي الفرق بعينك السلام عليكم العائلة كتيرين لبس عليكم انتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة كيف ماشتم من العنوان اليوم ما كنا حتى شي وصفة المعقازات اللي ما يبغيوش وما تيقدوش كيتفرجو ولكن ما كيقدوش يدروا الوصفات كانين ما شاء الله كل قد تعليق ديالهم بزا بتيقولك شكل اللي كانت تفرجو ولكن قدرتوش يوصفة ايوان اليوم ما منسيتكم مش هلا شبت لكم هالطرق هذي اللي هي طرق صينية من خباراء في ازالة تجاعد الوجه فقط بهذه الحركات اللي غادي نعطيكم وغادي تشوفوا النتيجة امام اعينكم وغادي نعطيكم حتى الطرق اللي بنفسكم غادي تكتشفوا يعني النتيجة من اول استعمال نتمنى انكم ما تبخلوش على اختكم سناء من لايك فضلا وليس امرا وكذلك بزاف ديال الناس اللي معانا في القناة اللي كيقولون يا سناء را ما كنتوصلوش بالاشعارات راني قلتها لكم اخوتي را قلتليكم ما كيين مشكل في اليوتيوب انو حاليا ما كيوصلوش الاشعارات للناس وكذلك بالنسبة للناس اللي كيين معانا في القناة فعلوا الجرس ديال يعني حتيولي اللون دياله اسود او يعني لغيوا الاشتراك وعاودوا مرة اخرى ضغطوا على الزير اللي بالاحمر اللي هو هذا وكذلك فعلوا الجرس حتيولي اللون دياله اسود باش توصلوا بجامع الاشعارات وجامع الفيديوهات اللي كنحط ليكم يلا نمشو نبدو على بركة الله اول طرق او اول طريقة اللي غانا نحيدوا بها التلعيد الوجه اولا نبدو على بركة الله بالتقنية الاولى اللي شفتها عند خبيرة تجميل وطبقتها مرات عديدة على البشرة ديالي باش نتقنها ليكم مزيان وحتى انتم ما اتقنوها كيف ماشتو كنخدمو جوج ديال الاصابع في هاد المنطق هادي اللي تكون عندنا فيها تجاعيد قوية هنايا وكنضغطو مزيان وكنرفعو للأهلاء هانتم ما كيفما كنتشوفو بهات التقنيات هادي وبهات يعني جوج ديال الاصابع كيفما كنقول لكم الى تبعتو هاد طرق وهاد تقنيات هادي غادي تشوفو الفرق من اول تجربة غادي تطبقوها على النصف الاول والنصف الثاني ما تطبقوهاش وغادي تشوفو الفرق بعينكم الآن غادي نمرو المرحلة الثانية من بعد ما كنقوموا بهذه الحركات اللي ورتكم كنجيبو اي زيت ولكن ما الافضل يكون عندكم هاد الزيت هادا اللي هو مخصص للتجاعيد اللي هو زيت النسرين الاصلي انا كنأكد عليها زيت النسرين الاصلي هادا البنات خاص بالتجاعيد باش كي يزيد حتى هو كي يساعدنا وكي يعطينا كنقوموا بحل تدليك للوجه قلش لكم البنات على واحد الراحة النفسية حسيت بها فاش كنت كندير هاد الحركات للوجه ديالي ربما قلش لكم جانين نعاس قاع والله العظمي لجانين نعاس قاع طي واحد الراحة نفسية وكذلك كتحسيه بالبشرة ديالك رائع والان انا مروا الطريقة الثانية اللي كنوضعوا اي اسفنجة في الفم ديالنا وكنقوموا بهاد الحركة هادي اللي كنقوم بها انا حاليا اللي هي عبارة على مصاج واسترخاء للوجه وكذلك تدليك وتجديد خلايا البشرة وكذلك هاد الحركات هادو شفتها عند خبيرة التجميل لكتخلي الوجه كيرتاح وكيعطي واحد الراحة النفسية لبنات راحة نفسية الى طبقتوها على البشرة ديالكم تالتا واخيرا وليس اخيرا المرحلة او الطريقة التالتة اللي هي عبارة على تجاعد اللي كتكون عندنا في الجبهة بهاد التقنية هادية البنات غادي تقضيو عليها بهاد التقنية وبهاد الطريقة هادي اللي حاليا كتشوفوها اللي كنطبقها انا على البشرة ديالي غادي تقضيو عليها وبهاد كيفما كتشوفو جوج ديال الاصابع يكونوا تابتين عندنا في الرأس وكذلك هدوج الاصابع يكونو هما اللي خدامين هانتوما بهاد التقنية هادية نجرو للآلة تتبيت هاد الاصابع ضروري انتبتوهم ونجرو بهاد جوج ديال الاصابع للاعلى باش نقضيو عليها التجاعد اللي كتكون عندنا في الجبهة ديالنا وكيفما دائما كنقول لكم انه اي زيت الى ما كانت متوفرة عندكم ولكن كنتمنى انكم تقلبو عليها وتاخدوها ما غالياش بالسرس ومزيانة البشرة وكتغديها مزيان مزيان وكذلك كتساعدها وكتقوي وكتحمي البشرة من التجاعد اللي كتكون على مدى السنين وهاد تقنيات هادي اللي كتكون خاصة بهاد العضلة هادي ديال لوجه اللي احتى هي مريحة يا البنات مريحة ما نقولش لكم راحة نفسية هانتوما على هات الشكل هادي هنبقاو نهزو على هات الشكل هادي بجوج ديال الاصابع ديالنا ونجبدو للاعلى وغادي تشوفوا الفرق في اخر فاشتسالي وهالطرق كاملين غادي تشوفوا الفرق بعينكم وما تنسوا اشغتكم سناء من لايك لانني ما كنبخل عليكم بحت شي حاجة وشكرا جزيلا لكم وهنا كيسالي والتقنيات اللي جبت لكم كنتمنى انكم تجربوهم كيفما انا جربتهم وحسيت بالبشرة ديالي بدات مزيان 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 الفرق زوين بالاخص انكم تجربو هات الزيت النسرين اللي غزالة 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 التجاعد رهيبة التجاعد يعني هات الطرق هذي بقوا تدرهم ثلاث مرات او مرات عين في الاسبوع را هم مزيانين بزاف البشرة ديالكم بالنسبة الناس اللي ما كيقدوش يدروا الوصفات يعني بزاف او كيفما قلت لكم في الاول انكم معجازين ما كتقدوش على الوصفات هادو طرق صينية من خبارة تجميل اللي هما بنفسهم كيدروا هات تقنيات هذي البشرة ديالهم باشتاء ايمن كتكون فيها واحد النضارة واحد الاشراقة وبشرة بدون تجاعد نتمنى لاختي انه هالتقنية اللي جبت لكم اينا للاعجاب ديالكم وما تبخلوش على اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا ومع السلامة الى فيديو قادم باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة